في فيديو النهاردة هنتكلم عن فنانات ارتبطوا وتجوزوا بأزواج زميلات ليهم في الوسط الفني منهم اللي تجوزت زوج زميلتها بعد طلقها ومنهم اللي خطفت زوج زميلتها وتجوزتوا عليها تابعونا بعد الفاصل زواج الفنانة شريهان من زوج الفنانة اسعاد يونس يعتبر زواج شريهان من زوج اسعاد يونس من أغرب حالات الزواج في الوسط الفني شريهان اتجوزت من رجل الاعمال الاردني علاء الخواجة اللي متجوز زميلتها اسعاد يونس وقبلت تكون شريهان الزوجة التانية لعلاء الخواجة وانجابت شريهان بنتين الغريب بقى ان شريهان واسعاد يونس لسه اصدقاء لحد دلوقتي وكمان اسعاد يونس وقفت جنب شريهان في رحلة علاجها وبتحب بنات شريهان وعلاق جدا وبتعتبرهم بناتها كل دا وهم اللي اتنين لسه على زمت نفس الشخص زواج الفنانة زينة من الفنان احمد عز يكشف زواجه في السر من الفنانة انغام بعد حمل زينة وانقار احمد عز ارتباطه بزينة وزواجه منها خلى الموضوع يتعرف ويوصل للمحاكم والقضية لما بقت رأي عام فضحت زواج احمد عز وانغام اللي كان في السر وخبر الجواز دا لحد دلوقتي معلقتش عليه انغام وده خلى زينة تستغل الموضوع دا كورقة ضد احمد عز في المحاكم زواج الفنانة صباح من زوج الفنانة سامية جمال يعتبر الجواز دا من اشهر حالات الجواز اللي عملت ضجة اعلامية في وقتها لما صباحة جوزت رشدة ابوازة اللي وقتها كان متجوز سامية جمال صباحة جوزت رشدة ابوازة لما اقنعها انه طلق سامية جمال لكن صباحة فجأت لما حصل مواجهة بينها وبين ضرتها سامية جمال ان سامية جمال لسه على زمته وما طلقهاش دا خلى صباح تاخد قرار الطلاق من رشدة ابوازة بعد فترة جواز اقل من شهر وبعدها بكم شهر طلبت سامية جمال الطلاق وفعلا اطلقت منه هي كمان زواج الفنانة داليا البحاري من طليق الفنانة سوسن بدر اتجوزت داليا البحاري من طليق سوسن بدر الراحل فريد المرشدي حفيد الفنان الراحل فريد شوقي وابن المنتجة ناهد فريد شوقي والجواز دا عمل ضجة اعلامية لان فريد المرشدي كان اصغر من داليا البحاري بتلس سنين تقريبا وكان معروف ان فريد المرشدي متجوز من سوسن بدر قبل ارتباطه بداليا البحاري وده خلى ناس كتير تفتكر ان داليا البحاري خطفت جوز ساوس انبادر منها وانها كانت السابق في طلاقهم لكن داليا البحاري نفت الكلام ده وقالت انها ما خطفتش زوج ساوس انبادر وان كل اللي حصل انها تعرفت على فريد المرشدي بعد طلاقه لساوس انبادر بحوالي سنة كاملة لما كانت بتصور مسارسل صرخة انسا وفريد كان دايما بيجي لستوديو وتعرفت عليه ناك وحصل بينهم انسجام وتجوزه داليا قالت كمان ان علاقتها بساوس انبادر جيدة وان لما بتقابلها في اي مكان ما بيكونش بينهم اي اعتاب وفي النهاية كل شيء اسمه نصير زواج الفنانة ريهام حجاج من طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز اكدت ريهام حجاج خبر جوازها من رجل الاعمال محمد حلاوة طليق ياسمين عبدالعزيز بعد انتشار صور ليهم والجواز ده كان بعد طلقه لياسمين عبدالعزيز بحوالي شهرين تقريبا وده خلى ناس كتير تقول ان ريهام حجاج خطفت زوج ياسمين عبدالعزيز منها وان هي السبب في طلاقهم فيديو النهاردة خلص لكن لسه اسرارنا ما خلصتش استنونا في فيديوهات جديدة واسرار جديدة على قناتكم اسرار النجوم